نصب صباح اليوم وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان نصب الحاكم الجديد لإقليم ميوكي بغرب ويدين أسي أسوي خلفا للحاكم السابق دانجامباجي ماجور جرت المناسبة بساحة الاستقلال مدينة بالا حضرة الأقليم تقرير محمد حسن أدام وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان نصب الحاكم الجديد لإقليم ميوكي بغرب ويدين أسي أسوي وذلك خلفا للحاكم السابق الجنرال دانجامباجي ماجور سولناس الذي شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو الذي كلفه بهذه المهمة النبيلة كما قدم سردا للإنجازات التي حققها خلال فترة إدارته للإقليم والتي استمرت لمدة 19 شهرا وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان في كلمته التنصيبية طلب من الحاكم الجديد بسط سلطة الدولة وتعزيز المبادرات الرغامية إلى استدباب الأمن والتعايش السلمي بين سكان المنطقة ورفق التهديات التي تؤيق سير التنمية الاقتصادية والاجتماعية حاكم إقليم مايوكي بغرب ويدين أسي أسوي شكراه والآخر رئيس الجمهورية إدريس سأديبي إتنو على السقة التي أولاها إياه مؤكدا بأنه سيعمل ما بوسئه من أجل رفق التهديات وتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة كما طلب من الإداريين والسلطات التقليدية والعسكرية الوقوف ماءه من أجل إنجاه المهمة التي أوكلت إليه ونشير بأن الحاكم الجديد لإقليم مايوكي بغرب تم تعيينه بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ الثالث عشر من أكتوبر الجاري نصب محافظ بحر سراء بخيط إبراهيم من قبل حاكم إقليم مندول عسى الجديد وحضر عدد من الإداريين والزعماء التقليدين في الإقليم تقرير أحمد ياسيني عبد الرحمان شهد ميدان الحرية بمدينة مويسلا بإقليم مندول مؤخرا تنصيب المحافظة الجديد لمقاطعة بحر سراء بخيط إبراهيم حقار الذي شكر بدوره السلطات العليا بالبلاد على تعيينه محافظا لهذه المقاطعة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية وتغييرات كثيرة وأنه سيبدل جهده بمساعدة أهل المنطقة لتجاوز هذه التحديات وتحقيق الجزء الأكبر من الأهداف المرجوة أما المحافظة السابق ننباتينغي نونغاء طلب من السكان الوقوف مع المحافظة الجديد لإكمال ما تبقى من عمل لأن الإدارة شأنها الاستمرارية ولن تنتهي بتغيير الأفراد من جهته حاكم إقليم مندول عيسى الجديد قدم رسالة رئيس الجمهورية الداعية إلى الوحدة والسلام والمحافظة على الأمن واليقضة الدائمة وأن منطقة بحر سارة غنية بمواردها الطبيعية خاصة الزراعة وعلى الجميع العناية بها لتحقيق الاكتفاء الذاتي للإقليم على وجه الخصوص والبلاد بوجه عام اشتركوا في القناة